بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس مجلس إدارة البرصة المصرية أحمد الشيخ أوجه التعاون المشترك والعمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة خاصة المقيد لها أوراق مالية بالبرصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر تناول اللقاء دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تدليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات واتفق الجانبان على تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات فضلا عن سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء